إذا كان ديناسور واحد من نوع تيرانوسور ريكسا الآكل للحوم والذي كان يهيمن على المشهد في العصر التباشري يثير الرهبة في النفس بحجمه الذي يماثل حجم الحافلة المدرسية فكيف بمليارين ونصف منه؟ فقد كشف باحثون عن أول إحصاء لعدد ديناسورات التي تعرف اختصارا باسم تيريكسا خلال مليونين وأربعمائة ألف عام سكنت خلالها هذه الكائنات المخيفة غرب أمريكا الشمالية خلال غروب شمس عصر الديناسورات وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل منها حجم نطاقه الجغرافي وكتلة جسمه ونمط نموه والسن عند النجه الجنسي ومتوسط عمره المتوقع ومدة الجيل الواحد منه ومجمل الوقت الذي عاشه تيريكسا قبل انقراضه منذ 66 مليون عام كما نظر إلى ما يسمى بقانون داموث الذي يربط عدد نوع ما من الكائنات الحية بكتلة جسم الواحد منه فكلما كبر حجم الحيوان قل عدد أفراده وخلص تحليلهم إلى أن العدد الإجمالي لديناسورات تيريكس التي عاشت على الإطلاق هو حوالي مليارين ونصف المليار منها قرابة 20 ألف بالغ عاشوا في أي فترة واحدة وعثر العلماء على حفريات لأكثر من 40 من ديناسورات تيريكس منذ أن وصف للمرة الأولى عام 1905 مما قدم كنزا من المعلومات عن وحش يزدهر في الخيال الشعبي وقال عالم الحفريات تشارلز مارشل الذي قادت دراسة منشورة في دورية ساينس إنه كائن بالغ الضخامة ذو أسنان كبيرة للغاية لم يكن ليخطر ببال أحد لو لم يكن يوجد استجل الحفريات واصفا إياه بأنه مثل جودزيلا لكنه حقيقي في واقع الأمر وكان تيريكس ببين أكبر الديناصورات الآكلة للحوم وكانت لديه جمجمة طولها متر وغصف متر تقريبا وفكان ضخما قويان يمكن لقوة عضته أن تصحق العظام فضلا عن أسنان مذببة بحجم الموز رحاب علاء رويترز